أربع أو خمس أسرار تعملي بيهم بسبوسة عربيات الشارع وتطلع زي ما بنشتريها بالزبط بقى لسبعتاشر سنة بجرب في طرق البسبوسة لحد ما لقيت الطريقة دي وزبطت معايا مش هتندموا لو جربتوها أنا هستخدم صانية كبيرة لو هتستخدموا صانية صغيرة يبقى هتستخدموا نص المكونات أول حاجة هندهن الصانية كويس بالسمنة سمنة بلدي أو سمنة نباتي أو خليط بروحتك خلص بس ما تستخدموش الزبدة في الوصفة دي نهائي ومعانا أربع كبايات من دقيس سميد أو دقيس سمونيلا بتاع البسبوسة أنا هستخدم الكباية دي هستخدمها في كل المقادير هضيف على دي السميد معلقة صغيرة مليانة من البيكنج بودر وكباية اللي ربع من السكر هنقلب السميد بالسكر بالبيكنج بودر بمعلقة زي ما انتم شايفين كده بعد كده هنضيف عليهم كباية اللي ربع من السمنة السايحة يا دوب السمنة سايحة بس مش سخنة بعد كده هنقلب المكونات دي مع بعض كويس جدا عشان الدقيس السميد يتغلف بالسمنة كويس يعني خدي راحتك خالص في الخطوة دي ومتستعجليش نهائي أنا هستخدم المعلقة السيليكون دي في كل المراحل مش هستخدم ايدي خالص بعد كده هضيف كباية اللي ربع من اللبن واللبن يكون يدوبه دافي وبرضه هقلب المكونات بالمعلقة دي تقليبة خفيفة يدوب اللبن يندمج مع المكونات فقط السر الاولاني اللي بسبوسة الشارع هي انها نستخدم اللبن ما نستبدلوش بالميا نهائي يعني ما ينفعش نشيل اللبن ونحط مياه لا كده هتبقى مفرولة ونشفة يعني اللبن هو سر طروطها كده خلاص احنا خلصنا عجينة البسبوسة دلوقتي هنحطها في الصنية وزي ما انتو شايفين انا مش حطيت ايدي خالص في البسبوسة استخدمت المعلقة السليكون فقط وكمان هفرد بيها البسبوسة في الصنية هنفرد كده عجينة البسبوسة ونحاول نسويها يعني كلها تكون في سوى واحد المعلقة دي بتسهل عليكو الشغل جدا زي ما انتو شايفين كده وطبعا تقريبا هي موجودة في كل البيوت طبعا انا مسخنا الفورن قبل ما اشتغل خالص في عجينة البسبوسة مسخناها على اعلى درجة حرارة وده السر التاني للبسبوسة بتاعة الشارع الطرية يعني ما تصبطيش الفورن على درجة واطية لا الفورن يكون على اعلى درجة حرارة وبعد ما نفرد البسبوسة في الصنية هنخبطها في الرخامة خبطتين زي ما انتو شايفين كده والبسبوسة بتستوي في الفورن هنجهز الشرباط هنحتاج كبايتين من السكر وكبايتين من الميا فقط لغير بدون اضافة اي حاجة تانية يعني ما تضيفوش لمون ولا كمان تقلبو الخليط ده هناخدوه ونحطوه على النار واول ما الخليط ده يغلي هنعد خمس دقايق بالضبط على نار متوسطة بعد كده نشيلو من على النار وشربات البسبوسة بيكون خفيف وده السر التالت من اسرار بسبوسة الشارع واللي يخلي البسبوسة طرية مش نشفة خدوا بالكم من التكات البسيطة دي هتفرق معاكو جدا في البسبوسة كده البسبوسة احمرت من تحت زي ما انتو شايفين هوافها لونها احمر زي ما انتو شايفين كده والوش متحمر شوية وطبعا عشان الفرن سخن على اعلى درجة حرارة ما خدتش وقت خالص هي 10 دقايق بس دلوقتي هنشغل الشوية عشان الوش بتاعها يتحمر وتكون بالشكل الجميل اللي انتو شايفينه ده طبعا البسبوسة سخنة جدا وكمان الشربات لسه نازل من على النار حالا يعني سخن جدا هو كمان هننزل بالشربات السخن على البسبوسة السخنة زي ما انتو شايفين كده شايفين الشربات خفيف جدا ازاي خلي بالكم الشربات لازم يكون خفيف زي ما انتو شايفين كده وكمان لازم تسمعوا صوت الطشة دي وانتو بتحطوا الشربات على البسبوسة وسر نجاح البسبوسة ان البسبوسة تشرب الشربات بمجرد نزولوا عليها زي ما انتو شايفين كده بالزبط وطبعا قبل من قطع البسبوسة لازم نسيبها تبرد كويس جدا في المحلات او في العربيات بيسيبوها لتاني يوم عشان تكون متمسكة وما يقطعوها ما تتريش انا لو عايز اقطعها بسرعة او يعني ناكلها بسرعة بحطها في الفريزر لمدة ساعة كاملة عشان تبردو ما تخافوش ما بتتجمدش خالص بعد كده ببدأ في تقطعها هقطعها لكم دلوقتي هتشوفوا ازاي البسبوسة متمسكة وده طبعا عشان التكات والاسرار اللي انا قلتها لكم وكمان عشان حطتها في الفريزر بردت كويس جدا وتمسكت زي ما انتو شايفين كده انا اول مرة البسبوسة تطلع معي متمسكة وطرية زي ما انتو شايفين كده من وش اللبن ممكن تضيفوا عليها حطة صغيرة بيكون طعمها جميل جدا عاوز اقول لكم على سر كمان لو عايزين البسبوسة سكرها يخف كلوها تاني يوم يعني ما تكلوهاش يوم ما تعملوها لا اسيبوها لتاني يوم وبعدين كلوها وبالهنة والشفاء مقدما ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته